قال حدثنا سفيان بن عوينة عن جامعي ابن أبي راشد وعاصمين عن أبي وائل عن قيسي ابن أبي غرزة قال كنا نسمى السماسرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتنا بالبقيع فقالا يا معشر التجار فسمانا باسمين أحسن من اسمنا إن البيع يحضره الحلف والكذب فشوابوه بالصدقة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن قيسي ابن أبي غرزة قال كنا نبتاع الأوساق بالمدينة وكنا نسمى السماسرة قال فأتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسمين هو أحسن مما كنا نسمي به أنفسنا فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوابوه بالصدقة حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن أبي وائل عن قيسي ابن أبي غرزة قال أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في السوق فقال إن هذه السوق يخالطها اللغو وحليف فشوابوها بصدقة قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حبيب بن أبي ثابت أخبرني قال سمعت أبا وإلين يحدث عن قيسي ابن أبي غرزة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبع الرقيق نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار إن بيعكم هذا يخالطه لغو وحليف فشوابوه بصدقة أو بشيء من صدقة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيانا عن حبيبي بن أبي ثابت عن أبي وائل عن قيسي بن أبي غرزة قال كنا نبيع الرقيق في السوق وكنا نسمى السماسرة فسمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحسن مما سمينا به أنفسنا فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والأيمان فشوابوه بصدقة قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن قيسي بن أبي غرزة قال كنا نسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسمين هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحليف فشوابوه بالصدقة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني إبراهيم مولس خير عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن بيع فقالوا يا رسول الله إنها معايشنا قال فقال لا خلب إذن وكنا نسمى السماسرة فذكر الحديث فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم